السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكوا شباب اعملين ايه اخواتنا وحبيبنا الصيادين الصيادين الاديمة وصيادين الجديدة الصيادين اللي بتحب الرحلات الصيادين اللي بتحب السمك اهلا وسهلا بيكم فيديو جديد من قناتكم صيادين رحالة معانيا دفعة عزيزة علية بستورة سكندرين أخوية وحبيبي معي الحسن انا بقى مسي على كل من تابعين صيادين رحالة وطبعا وجود الأستاذ جميعا اسمعين معانا بي بخلولات. لحظة مقابلين عنده في بيته واحلى استقبال واحلى صهرة معاكم. اسلام لله. وبإذن الله نهاردة فيه شوية معلومات حلوة على القنوة عند سامح ونحاول نستفيده من بعد كده ايه قدر الامكان. موضوع الفيديو. اه. عايزين نوري المتابعة. ايه. ازاي انه يتعامل واشتري عادة. وهدي يشتري سيني ولا يشتري ياباني. طبعا. يبقى احنا مثلا انوان الفيديو بتاعنا النهاردة. الآنوان مختص للناس اللي هيا نقول ايه. يعني كيف كيف تقتني قوضي ياباني استعمال. يعني ناس بتتفرج علينا على اليوتيوب. ايه. عايزة تعرف ازاي تشتري عادة. اشتري عادة ازاي. ايه. اشتري عادة هل السيني مناسب ليه? ولا الياباني اللي استعمال مناسب ليه? وهل الياباني ده زي ما بيقولو جميل او مش جميل. انا اصناف الاصابات السوداء يا جماعة. عشان تبسط للناس. ايه. المعلومة ايه. شان انا بيجيدي اسئلة كتير انا عايزة اجيب عادة جيب من اجيب سيني ولا ياباني. تمام. كده. تمام. الفرق بين الكربون بين الفايبر بين ايه. انت بتقول عليه بوليستر اماجد? ايه البوليستر. ماشي. المهم اجيب. في خامة برضو اسمها جرافيت. ايه. لما انا جيت نشتري البوس احنا اشترينا عدة عدد. ايه. انا لو كنت في الاماكن وكان ماجد ايه. بي. واحدة واحدة سيني. ماشي. اتبلع شاق عبرين. ايه. كان ماجد ايه بيبديني المواصفات اللي انا ننقي بيها العود. تمام. فانا خدت طبعا معلوماتي من ماجد وايه وانا اشتغلت عليها. لما مسلا انا بننقى جماعة بقت نركز ان انا نشوف عود ايه. عود بينور كده زي كده. ان شاء الله واضحى. ويكون زي ما بيقولو عليه مجادور. اا ما اجد كان بيخلينا نركز برضو على الدبل. فكننا نلاقي مسلا حاجة زي كده. دبل زي كده. الدبل الفوجي. ولعود الكربون. الكربون بالمنزر دا. اا مواصفات الكربونة ماجد ان هو بيكون مسلا المسكبر وضن اقاف وزن. permitبع الكربوا الحالية بيبقى قوى التحمل وخفيف الوزن بيديك نفس قوة العود الضخم التقييد بتاع زمان واخد بالك ونفس امكانياته ولكن بايه بخفية في الوزن ما كانكش تزهق وانت بتستور خليك تمسك العود دو طول النهار شغال به سواء شغل مخايلة أو تشويح أو غيره طالما العود على ايدك لو عودت ايده على الكاميرس عليك عيتعيبك برد اللي انت مثلا نص ساعة ساعة مسك الغب مستمر فبتلاقي نفسك اللي انت ايه فيه وزن علي ايده انما لما تمسك مثلا عود زي ايده ما بيحسكش بيه وزنه قد ايه كله على بعضه ما اخوش مثلا 300 جرام ايه زي ما انت شايت كده فاحنا دايما بنمايد للعدة الياباني للاسباب ده ايده ولكن لازم الناس تعرف ان العدة الياباني مش كلها حلوة ومش كلها وعشة مش اي حد يشتري طب المواصفات البسيطة انا اجي احنا دلوقتي انا انا نختار بوسك يا راجل مبتدق عايز اي راح اشتري بوسك عايز اي راح اشتري بوسك اعمل ايه اولا لازم اكون معايا واحد فاهمين من زماية دي الصيادين بيعرف يشتري بوسك ويشتري عده ويقايد في البوسك احنا هنشرح ازاي انت تقلق في البوسك انا باشتري بوسك ازاي دي مثلا تمام؟ عجبتنا ايه بفتح العقل عقلة كده العقلة لازم تفتح للآخر كده تبقى محكومة طبعا عشان ما يبقاش العقلة مشغولة ومبوشة ومعمول في شغلة البوسك تمام؟ بتيج انت بتشوع في ريح بتاعك بترد في سمكة تلاقي البوسك عصرت منك ومتمصت منك وطبعا البوس ده نادرا لما تلوكتع بيورع يدوخ فانت لما بتكتنح التعدة ياباني لازم تكون انت بتعرف تقلق في البوس تاني حاجة طاقم الدبل ياباني مثلا زي ده يعيش معاك العمر كله طالما محافظ عليك ما جيبش بقى انا مروحش انت اعدام بقى عايزة بقى من دبل والكلام دوت وحطي لها دبل كل فيلم اغنية لا العود الياباني بيبقى نازل بدبله تمام؟ ولو انا عود عجبني او في دبلة مكسورة وبتاع النهاردة فيد نفس الدبل دي اللي هي الكوبة بتاعها طالما العود سليمية في المية ونقصه دبلة دبلتين او طاقم دبل كامل عشان ما اخسرش العود او ان جاي مركب له طاقم دبل واستفاد بالعود تمام؟ يبقى جماعة هتبصوا مثلا على البودي بتاع العود تشوف الخربوش اللي مثلا لو فيه بويا مخربشة تشوفوا مثلا ايه مغوطة فيها ولا لأ تمام؟ او لو لقيت مثلا انت بتنادق حاجة كده تحس انها شفافة دي بتبقى حاجة كويسة طبعا وزن العود ده اهم شيء او الدبل بتاعته دي الطريقة اللي هو ايه يختار بيه صح كده ماجه؟ ايو بالنسبة مثلا ان انت راجب صياد مالح وعيزت استطفى المالح الصلابات ما تقلش عن عشرين خمستاشر ايه يعني تبدأ الصلابة بتاعتك من خمستاشر غير طبعا شغل شغل برلين من عندان الرئعة صلابة خمسة وصلابة طبين ونص شقاتها ونص وكلام ده بص يا جماعة لما تيجي تبص على العود هتلاقي ايه كلمة الصلابة مكتوبة عليه يعني مثلا ايه عاجة زي كده دي كده هتلاقي ايه مكتوبة اللي ازيله صلابة 25 دايوة دايوة 24 صلابة 25 باينها محمد باين الـ 4 متر 20 صلابة 25 صلابة 25 دي اللي هي في صلابة الرقم ده بيقل وبيزين يعني ممكن ايه ممسوس انتلاقي معك ايه 20 دي مواصفات العود يا جماعة باين ايه دي مواصفات العود العود مثلا هتلاقي مكتوب عليه ايه الصلابة مثلا 25 وتحت منها مثلا ايه جنب منها العلامة دي دي اغلبية الرقم اللي انت هتلاقيه كل ما يزيد عن عشرة بيكون العود ايه زي ما احنا ما بنقول عليه رئة جبر او صلب لما ينزل الصلابة ديك بنقول عليه ايه عود رئة او عود طري مثلا لحد خمستاشر بيكون بين الرئع وبين لحد عشرة كده ده ايه اول الجبر اه اول الجبر عشرة خمستاشر يبقى بين الرئع وبين الجبر اه فيه بقى صلابات لحد متين 25 و 30 كل ده ايه زيادة في الصلابة ايه مش معنى كده اللي انت تنقي اعلى صلابة انت تشوف انت عايز على حسب استخدامك صح اخد عدنيس اجيب عود صلابة متين لا طب هتفتكد متعة السيد بتاعت السمكة دي هكنك مسك خشب الاعدان اللي هي الصلابة العالية ديت معمولة ايه للترقيد بتعمل حاج للتسليك على المياس اعدان عفية لا ينفع شرمي دي على الدنيسة على شرقوشة على سمك اللي هو لا هتفتكد متعة السيد مش هتحس اصلا زي ايدي انه هو مش هيشوح معاك في الصلابة الجندة ديت في التشويح مفوش المرونة ده قد ترقيد تمام؟ فانت لازم برضو تحدد موقفك انت عايز بوسها ايه قبل ما تروح تشتري مش قوي ما تشوف بوس كده تخش انا عايز دي وعايز دي لا فيه حاجات تناسبك وحاجات لا دايما السياد يميل على الحاجة اللي تناسبه فيه حاجة قوية ايه قوي ولكن ملاش لازم عندي يبقى ملاش ايما الحاجة اللي هي ايما اللي هي تشغلني وتمتعني في السيد اللي انا بسطوله عيب هو ده المضمون من الفيديو بعد المعلومات اللي بنوصلها للناس طيب فيه ناس يقولك السيني احلى وفيه ناس يقولك الياباني المستعمل احلى بصراحة الشغل الياباني لا يؤل عليه ولكن لما يكون حالات زي اللي احنا منعرضها لحضرات ودية كده اللي احنا شعينها النفسين اه ما جبش بقى نحوض مكتوب عليه يابان وهو متبهدل ما ينفعش طيب انا عايز نقولي بس ملحوظة مثلا يا جماعة احنا الطريقة اللي احنا اشترينا بيها العود ده مثلا حاجة زي دي اخترناها بناء على ايه من مست العدة اخترناها بناء على الصلاوة مناسبة الصلاوة بتاعتها مناسبة حالة العود اصلا يعني حالة فوق 95% طعم الدبل كامل وزن العود كله 63 ماشمعات دي الـ 280 جرام الكعدة السابتة بقى ان احنا فتحنا فتحنا الكعب بتاع العود ممكن تمسك عودة انت الكعب فتحنا الكعب بتاع العودة جماعة لقينا ان العقل بتاعته السمك بتاعها تخين في الوقت نفسه العود طاري بقينة بقينة محمد تمام وفي الوقت نفسه العود العود خفيف على الوزن يبقى عقل تخينة في السمك وفي نفس الوقت ايه خفيفة ده كده عرفنا ان العود ده ايه كربور عود زي ده مثلا ده متفنش بوية سليم فممكن انا اختطه ايه جنان على هذا في حاجة تانية بتكون هي مثلا كشفة نفسها زي الايدان بتاعت زمان ان تبص العود تلاقيه ايه تلاقيه بينوه بقين كده محمد النور بتاع العود اكله شفافة جماعة عود كربون طبعا مجدود زي ما انت شايف السورة كده او ما شاول الله انا لو لو منش يعني طرقتين يا اما نختار عقل سميكة وفي الوقت نفسه الوزن خفيف يا اما الشفاف بين الايه بيكشف للعود بالزرطة طبعا انا مش عايز نفول عليكم ان شاء الله لو في اي سؤال طبعا ممكن تسألكنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى فيه بسات مباشرة فيها كل حبيبي وانت اولهما مجد حسنا ان شاء الله ومتابعينها كبيرة مقاومة طبعا حبيبي خليك يا ربي حبيبي ومصدقيتك وشارحك الواجهة في الفيديوهاتك والله حبيبي ومفيئة كاملة كلها في الفيديوهاتك سواء في سمك او مفيش بتطلع تعرف الناس حالة الجو وحالة البحر وحالة اللي انت عشتها بالزور ولا بتزود حرف الحمد لله واحنا دايما نسامح بنتعلم منك وانت طبعا معادة من الناس حبيبي والله انت اسطورة انا كلنا تعلمنا منك وانا والله من قوائل متابعينك خلي بالك وانا بنتكيف وانا بنتفرج عليكم اسطورة انا متابع زي زي اي متابع متابع لكل الفيديوهات على فكرة جماعة انا استطبت مع ماجد اكتر من مرة مرة ان توفقنا في الرزق ومرة كان رزقنا ان احنا عدنا مع بعض وطلعها حلوة ومرة ان احنا اتقابلنا ماجد بصراحة انا منقول عليه صياد نشيط وشاطئ مهم حاجة في الصد النشاط وماجد بسم الله ما شاء الله صياد نشيط ماجد انا كده استنبقت من الحوار بتاعنا ان فيه مثلا ثلاث اصناف مهمين للعدة الغالية او العدة اللي هي الياباني من ضمنهم مثلا صنف زي ده كده تلاقي برضو الكربونة بتنور يعني لما تلاقي الفمرة كده بتنور يبقى ده كربون بس اسمح ما هو برضو بس اسمح ما هو برضو الكربون ودرجات برضو عشان برضو الناس تبقى عارفة احنا العادين دير في المتوسط يعني ليه مش اغلع دير هي غالية نسبية مكسحة انما طبعا فيه بقى النفط الباورلوب الكربون المجدوي الكربوهوشكر الكيفلر دايوات العالية اوه دي او هتمسك بقى الموصفها مجدولة كده ايه حززة الحاجات دي طبعا يعني معلاش لما واحد يشتروا لجد تلاتة تلاتة ونص تلاتة الاف! وتيج انتو انت بتاستدوا حد يوصل عليها هتجيب له قولته من ايه خير الامور الوسط فإحنا شاكلين ايه في الحاجة المتوسطة اللي هي تنسبنا ان هو لو كسر ممكن هوفق له حاجة وما يزعلنش طيب لو واحد مثلا غشيم خالص مثلا يعني داخل على مكان المفروض ان هو هيشتري فيه عدة استعمال مثلا يبانس مستعمل لو مثلا كده من ضمن الحاجات اللي هو يركز فيها مثلا ان يلاقي الكربونة فيه ايه؟ بتمور انا بمسك العود افتح عقل العود انا عايزين مثل زي ده اه افتح العقل كده عقل العود تمام؟ اي المفروض العقلة هنا ما تبقاش مبوش تمام تبقى بص حبكب بعديها طالع العود على اخره كده تمام جميل؟ دي اول حاجة اول حاجة باول حاجة تشوفها فيها بوش او لا لو فيها بوش يبقى العود ده مشغول العقلة ده نقصة ومخشنينها متعمل معاك بوش تمام؟ طبعا يبص على عقل عقلة يشوف فيها شرخي يشوف فيها خطة يشوف فيها خربوش تشتري مستعمل خربوش سطحي ماشي انه ما بيه خربوش نافد مثلا ايو واخد من الخامنة السابق لو في البوية كده وبتاعه وحاجة بسيطة سهلا تمام؟ انا شارع عقود ياباني مش عايز بقى كل شو اغير ديبل وتع فاجيبه بديبل اأمن على الدبل اشوف الختوم بتاع الفوجي كلمة فوجي اتلاقى مخطومة كده جماعة من الفوجة وهو جماعة هنا فوجة وهنا فوجة. يبقى لما اشتري عود ياباني كامل متكامل. خامة. تمام. مستعمل مثلا حالة تسعين في المية خمسة وتسعين في المية زي الخامة دي. الوزن طبعا اللي عامل. او طبعا. طبعا. كل الاعلان الياباني. بيبقى جماعة بيبقى من مميزات العود ان هو يبقى وزنه خفيف والسمك بتاع العقلة من جوه بيكون سمكه كافي. ده جماعة ايه لو حيى كده ايه يعني حيى كده بالفلاحي كده مثلا ان انت العود يبقى في ايدك خفيف والعقلة سمكها كبير. هو ده الياباني بقى. ده ميزة الياباني. ميزة الياباني. عامل لك الكوة. والخفاية. وبرضه الوزن ايه. فيه اعدان تقيلة نسبايا. كوة وصربة وخفاية. اتبقى هو كنت تجيب عود سيني نفس قوة ده. وبرابعة امن ده. ومديد. ولكن عايز واحد بيلعب حديد عشان انشيه. عشان انشيه. كاملين? ده يديك ايه يديك اه جمال وانت بتصطاد ويخليك كده مبسوط وانت بتصطاد واكشن بقى مع السمك ما اقول لكش يعني انت فاين يا سيدنا حينيشان بتعليباني. ايه. العود لو اعطاك تقصت بيه طول النهار مش هتحس التعب ولا ارهاب ولا كده. زي ان يمشي في التعماية مثلا لو انت بترمي بتعم صناعي. العود ده في مرونة كده يمشي التعماية بطريقة معينة. جير الشوم السيني ده. صح. يعني مثلا عندك عود زي البرتليكس السيني ده. اه شايل اللي نبوت. ايه. طب انت عارف على سلبانه وبتاعه وبتشاوح وكده ممكن عود زي ايه ده يوقع. اه. وانت بتشاوح. صح. فدي حاجات بتديك نفس الكوة. ولكن مش نفس التوقع تديك بص يا عود. تمسيكه بصابع عكد. العود اضخم من صابع يعني حاجة بسيطة. طب بص اماجد عشان انا ايه عايز نوصل معلومة برضو. اه مختصر مسلا لو انا رايح مكانت بنشتري من العود. هنلاقي مسلا مصفات عود زي كده. لو عود مسكته لقيته العود بتاعته من جوة خينة والعود وزنه خفيف. يبقى انا كده نمسك حية كويسة. اه. نرجع بعد كده نبص على الايه على العقل نشوف في حية مبوشة او لا. اه بالزبط. بعد كده نبص على الدبل. ممكن بقى عود يعود ديبك اول ديبلا مكسورة. دي كده خامة ماجد مسلا. اه. فاهمني بقعود زي ايه ده كده متبيط كده. نفس البوية بتاعته. طيب انا عود زي ايه ده جديد كده زي ايه ده. عجبني. تمام? فيه اه ضقم الدبل مسلا مكسورة. النهاردة فيه ديبلا الكوبة بتاعت الفوشي. اه شغالة وجميلة. مضيحش العود من ايدي عجان ديبلا مكسورة وقول فوشي ومش فوشي والكلام ده. ممكن تجيب له ديبلا لها الكوبة بتاعت الفوشي وتكسب العود. صح. لان انت ممكن تلاقي طقم الدبل كامل في بوسة وتلاقي الخامة ذات نفسيها فيها معيوب. صح. فدايما مش هتلاقي ايه الحلو ما يتملش دايما في الشغل المستعمل. صح. صح. ولو لقيت بقى بوسة كاملة الاركان في كل حاجة هتلاقي سعرها جالي. يعني بوسها ياباني بحالة الزيلو تسعين في المية بتاع الكلام ده. هتلاقي سعرها فبك يا ساني. اي اي. والتاجر زي ما انت شايف كده بيتمسك في الحاجة اللي هي النديفة عارف انها مش موجودة ومش هتلاقيها بالجودة ديت حالة نادرة كلام ده. في حاجة برضه ماجد في مواصفات العود اللي لازم وهو مفروض يكون صرت يعني حاجة زي. ما كنش مكفي. اه طبعا طبعا. برضو عشان ايه. كده عود مرفوعه عودة واليه الصلاة بتاعته ايه? ايه ايه. ايه ايه. اناه ما شاء الله ما استره. ايه. ما استره. ما استره. دي برضو من المواصفات العود القايمة يا دعا. طبعا طبعا. في باتكلمنا خامة. سمك في العقلة. واخفية في الوزن. ان في استقامة وهو مفروض. فيه اخر حاجة بقى ايه لو مثلا دي كده صنف فيه صنف تاني اللي هو بيبقى شفاف كده بس هو مش شفاف ويبقى باين اللي جد ولا فيه دي كده جماعة بالخدم الاختيار اللي ايه؟ العود بتاعنا يا رب ما كنت اشتغلت عديكم انا اتشرفت بقى اخويا حبيبي جديد حسا حبيبي جديد حسا والله العظيم جد احلى الناس عديك جديد حسا وعلى امتابعينك الجمال حبيبي وان شاء الله فيديوهات السناني هتبقى مية مية عند ايه وعندي والاعمال وضيواته مع بعض ومع الساز محمى كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخويا والحبيبي والله وان نفرح الناس كده بالبقى بس معادنا ونقلوهم على الخير دايما ان شاء الله ان شاء الله او في عدة او في سمك او في اماكن وعايز برضو الناس على قناتي اللي بتشوفني تعذرني لما يكون بساطتي مكان ممنوع لان في بعض الناس بتتطور في التعليقات وانت مش عايز تقوله في اماكن يا جماعة ما بينفعش ان انا اذكرها لان هي ممنوع فيها السين هتبقى مشكلة هتعمل لي مشكلة و هتقطع عايشي من المكان فكفى ان انت متفرجنا اعمو احنا كندرنا استود انا بحاول والله عايشك معايا اللحظة ونفس الناس كلها تستود معايا ونفس الاسكندرية كلها تتفتح للسين يا رب انا بحب الخير للناس والقناة ديت احنا عملينها حبا في الناس وتبقى يعني زي صدقة جارية كده بعد ما انا اتوكل عالله اهلا تحية لأخويا ماجد حسن تحية ليه وتحية لأستاذ محمد وكل سوادين ده منهور الناس المحترم والله كل سوادين اسكندرية راجل راجل حبيبي والله على دماء الله حبيبي والله تحياتي ليكم يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله بركاته